اشتركوا في القناة قلنا إن المصنف قدمه هنا ولم يجعله في المجاز اللغوي الذي سيأتينا في علم البيان لأنه يتعلق بالإسناد وهو مجاز إسنادي نسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له بتأول طيب وذكر أن هذا الإسناد له ملابسات أو ملابسات شتى هو يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب يعني هذه الأمور يلابسها إذا أسند الفعل إلى ما هو له إلى الفاعل الحقيقي وهذا إسناد حقيقي لكن إذا أسند إلى غيره مثل كما قلنا بنى الأمير المدينة ما بنى ها هو بيده فهذا إسناد مجاز غير حقيقي طيب ما مثال ذلك مثل له بأمثلة وذكرنا هذا وذكرنا أول مثال هل تذكرون المثال الذي ذكرناه أول مرة أو المثال الأول ما هو في عيشة راضية هنا قال من قال بهذا القول هل العيشة راضية أم مرضية قال مرضية إذن من الذي رضي صاحبها إذن صاحبها فهو في عيشة رضيها صاحبها لكن أسند ها هنا إلى المفعول الذي هو العيشة يعني صاحب العيشة رضي العيشة فأسند الرضا لأنه هو قال إسناد الفعل أو ما في معناه والذي في معناه اسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة اسم الفاعل أو اسم التفضيل فراضية على وزن فاعلة وتساوي يعني راضي يساوي يرضى طيب وراضية تساوي ترضى فهي تساوي الفعل طيب واضح الكلام هنا وكذلك في وسيل مفعم أيضا سيل مفعم المفعم تقول قلبي مفعم يعني مملوء بالحب أو بالرضا أو بأي شيء السيل المفعم المقصود المملوء لكن هل السيل يملأ أم يملأ السيل هو الماء الذي يأتي من جران يملأ مع ذلك كان الأصلا يقول سيل مفعم وهو مفعم لكن قال مفعم طبعا فيه من البلاغة ما فيه يعني السيل لكثرته كأنه هو مملوء وهو المالي لكن وهذه الأمثلة كلها المتعلقة بالإسناد المجازي لو تأملها الإنسان سيجد لها أيضا تأويلا يردها إلى الحقيقة لهذا لأنه يمكن أن نقول حتى عن السيل بأنه مفعم أي مملوء بقطرات المطر وما نزل من الغيث ولكن لا نقف عند هذا والذين جادلوا في المجاز يمكن أن يقبل قولهم فيما يتعلق بالمجاز الإسنادي بهذا المجاز العقل أما هناك فالكلام مختلف فهذا مثال مثال آخر أيضا لما لابس المصدر حينما يقولون جن جنون فلان أو يقولون شعر شاعر هو مثل الأخيرين في مثاله هو شعر شاعر هل الشعر هو الشاعر أم صاحبه أيضا يعني شعر نعم فالصاحبه هو المقصود لكن هنا أسند إلى المصدر إلى المصدر الذي هو الشعر ويقولون أيضا ظل ضليل وداهية دهياء وقال أبو فراش سيذكرني قومي سيذكرني قومي إذا جد جدهم جد الجد وإلا القوم هم الذين يجدون القوم لكن مع ذلك أضافه إلى أو أسنده إلى المصدر كذلك أيضا حينما يلابس أيضا تكون العلاقة هي الزمانية مثلا في مثل نهار الرصائب كلان عندنا عبدالغني يصوم للدهر فهو صائم الدهر فأردنا أن نعبر عن ذلك والصيام كما تعلمون يقون في النهار فقلنا نهاره صائم فحوى الكلام أنه دائما صائم لكن هل النهار صائم أم هو عبدالغني عبدالغني هو الصائم لكن صائم في النهار والنهار هذا هو الزمان فهنا أيضا الإسناد إلى الزمان أو أسند الصائم الذي هو اسم فاعل إلى غير ما هو له والعلاقة والعلاقة الزمانية طيب نشوف أيضا لما تقول العلاقة المكانية مثل له بقوله ونهر جار النهر هو ذلك المكان العميق الذي يكون فيه ماء طيب والذي يجري هو ماء النهر أو النهر ولكنه أسنده إليه والعلاقة هنا مكانية وهذا كقوله تعالى فسالت أودية بقدرها في سورة الرعد نعم التي سالت هي أو الذي سال هو ماء الأودية ولكنه أيضا أسنده إلى الأودية ثم بعد ذلك ختم الأمثلة بما كان علاقته السببية لأنه ذكر الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان وهذا السبب طيب ومثلا لهم بالمثال المعروف بنى الأمير المدينة بنى الأمير المدينة وهذا عرفنا وعرفنا أن الأمير ها هنا هو السبب في هذا والذي باشر البناء هم العملة أو العمال هم هم الذين باشروا ذلك ولكن لما كان السبب الأصلي في هذا هو الأمير الذي أمر بذلك أسند إليه جيد وهو حينما عرف هذا المجاز قال إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له بتأول بتأول هنا يقول وقولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل لأن الجاهل حينما يقول أنبت الربيع البقل أو أنبت الربيع الزرع أو يقول الشيوع مثلا خلقت الطبيعة الكون هذا هل هو حقيقة أم مجاز حقيقة بالنسبة له هذا هو الذي يعرفه فلابد أن يكون هناك تأول بأن يكون الكلام مخالفا للحقيقة وإنما أسند المتكلم الفعل إلى غير ما هو له لأنه أراد تأويل آخر أنا أعرف أنه الذين بنوا المدينة هم المقاول ومن معه ولكن أسندته إلى الأمير بتأول إنه هو سبب في ذلك وهكذا في حينما يقول المؤمن أنبت الربيع المؤمن ما هو الجاهل العالم يعني حينما يقول أنبت الربيع البقل هنا مجاز هو أسند الآن الشيء إلى غير ما هو له بمعرفته هو خلاف قول الجاهل ولهذا قال قولنا بتأول يخرج ما مر من قول الجاهل الذي ذكرناه في المثال وسأزيد الأمر يضاحا في الدرس الآتي إن شاء الله وإلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر